روسيا تواصل سياسة ملء الفراغ العسكري في الأراضي الإفريقية معتمدة على جنود الظل أو ما يعرف بمرتزقة فاغنر مستغلة في ذلك انسحاب القوات الفرنسية تواليا من العديد من المناطق فمرتزقة مجموعة فاغنر الروسية باتوا يحظون بتواجد أوسع مع تأكيد معلومات من مصادر لوكالة الصحفات الفرنسية رحل القوات الفرنسية من جمهورية إفريقيا الوسطى والذي يبدأ في الأسابيع المقبلة على أن يكتمل بحلول ديسمبر المقبل كانت الوحدة الفرنسية تقدم الخدمات اللوجيسية في القاعدة التي تصدف أيضا عن ناصر بعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب ووحدة تابعة لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى من نوسكا كانت روسيا أرسلت مدربين عسكريين إلى إفريقيا الوسطى عام 2018 ثم مئات من مرتزقة فاغنر عام 2020 وينشط مرتزقة فاغنر الآن في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى ومزنبيق وليبيا ويدعمون زعماء بعض الدول وقادة الميليشيات وتتهم فرنسا باستمرار مرتزقة فاغنر بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين وبإنشاء النظام نهب لموارد كما الحال في جمهورية إفريقيا الوسطى ترجمة نانسي قنقر